السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم طلابي طلاب الصف الخامس اللي ابتدائي ان شاء الله النهاردة مع اول درس في التاريخ قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة مع مستر اسامة محمود قصة يعني حكاية عن نشأة يعني بداية الحضارة المصرية القديمة حضارة 7000 سنة ناس كتيرة ما تعرفش يعني ايه الحضارة كلمة الحضارة هو انتاج الانسان الانسان لما فكر بدأ يبني اهرامات وبدأ يبني بيوت كتيرة وده اللي هنعرفه مع بعض من حياة المصر القديم كان المصر القديم يعيش فوق الهضاب وكلمة الهضبة مكان مرتفع سخور بنطلع لها الفوق وبعد كده بتلاقي الارض مسطحة زي الترابيزة بالزبط كان المصر القديم يعيش فوق الهضاب كان دائم التنقل وقت الحال كلمة التنقل يعني بيتنقل من مكان لاخر ليه لجمع السمار وصيد الحيونات يعني حياته قد بسيطة جدا يأكل ويشرب وينام تب هينام فينا مستر ده كل الارض دي أبارة عن صحراء كان بيشوف كده مكان فتحة في الجبل اسمها الكهف كان بينام فين في الكهف يبقى كده عرفنا المرحلة الأولى حياة التنقل فوق الهضاب يلا يا سنة خمسة جيب وراء وقلم وكتب الأسئلة عيش المصر القديم فوق نقط الهضاب سكن المصر القديم في بداية حياته سكن فين الكهوف بما تفسر يعني ليه اسكر السبب كان المصر القديم دائم التنقل والترحال لجمع السمار وصيد الحيونات يلا بينا نبدأ المرحلة التانية من حياة المصري وكفاحه لبناء حضارة كبيرة حضارة مصر القديمة المرحلة التانية عندما حل الجفاف والأرض الجفة معناها الأرض اللي مفهاش مياه نقول لك كده الأرض جفة يعني زي إيه الأرض نشفة نزل المصري ولا هيفضل يا مصر مفيش مية والأمطار ما بقتش تنزل فما كانش قدامه غير إنه هو ينزل من الهضبة يشوف مكان تاني يشوف مية ويشوف أكل لأنه هيموت لو قعد فوق طبعا الهضبة فنزل المصر القديم وبدأت الحيوانات كمان تنزل لحد ما شاف نهر النيل نهر النيل أطول أنهار العالم موجود في مصر أكيد أنتم عارفين بدأ هنا حياته كلها تتغير بعد ما كان عمال بيتنقل خلاص يا مصر هيستقر هيفضل في المكان اللي فيه مية وهيتعلم شغلانة جميلة جدا عندك المية وعندك التين أكيد هتعمل هتزرع فتعلم الزراعة ومين بقى شاطر يقول لي كده ويفكر معايا إزاي الإنسان عارف الزراعة أكيد عندما شاف نهر النيل استقر وعرف الزراعة وبدأ يبني البيوت بيوته كانت صغيرة جدا معمولة من التوب اللابن توب اللابن هو طبعا عبارة عن التين وطبعا كانوا حطينه في قالب كده وبدأ يعملوا منه البيوت بتاعتهم وكان عددهم قليل بيوت قليلة تجمع السكان بس كان عددهم قليل هنا عرف على طول هتظهر الكرة وطبعا هيبتدي عدد السكان يزيد فتظهر المدن يبقى ظهرت المدن مع التساع ايه انا سمعكم بتقوله مع التساع الكرة بعد فترة نشأت حاجة جديدة اسمها الأقاليم تجمع اتنين يا ترى مين الكرة والمدن يبقى كرة مدن يدين ايه يا أستاذ انت هو يدين اقاليم بما تفسر نشأة الأقاليم بسبب تجمع الكرة والمدن الحاكم اللي كان موجود اكيد في كل اقليم معلومة لك انت كان زمان في اتنين واربعين اقليم مستر يعني اقليم دلوقتي الاقليم اللي هو المحافظة 27 محافظة زمان المحافظات دي كانت اسمها أقاليم كان كل واحد ليه معبود بيعبوده تخيل اتنين واربعين اله كان موجود او اتنين واربعين معبود كان موجود في اتنين واربعين اقليم وكان فيه جيش طبعا ومهمة الجيش حماية البلاد ندخل بقى على المرحلة التالتة سنة خمسة الدرس هدفه ان احنا نوصل لرئيس واحد يحكمنا وده اللي هنشوفه مع بعض الوحدة الاولى اربعة تلاف متين اتنين واربعين وهنا الاقليم اتوحدت في مملكتين مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب وطبعا كل واحد بيميز التاني مملكة الشمال وجه بحري مملكة الجنوب وجه قبلي وزي ما احنا شايفين في التجان افتكر على المصر احمر في الاول وبعد كده ابيض وهنا ده اللي هنشوفه دلوقتي مملكة الشمال التاج الحاكم اللي كان طبعا موجود في مملكة الشمال كان التاج لونه احمر لكن تاج مملكة الجنوب كان التاج لونه ابيض وكان لكل مملكة حاكم وعاصمة وشعار ومعبود كل واحد بيميز التاني يعني مثال بسيط اللي كان بيعبد الصعبان وكان اسمه صعبان الكبرى ده كان حاكم مملكة الشمال واللي كان بيعبد انسى النصر ده حاكم مملكة الجنوب ولو كلمنا عن الشعار او اعتنسى ظهرة من اجمل الظهور في ايام المصر القديم ظهرة اللوتس دي كانت طبعا مع حاكم مملكة الجنوب وده كان الشعار الناس بتقول لي يعني شعار الشعار اللي هو الرمز الرسمة اللي هيرسموها في العالم بتاحهم زي ما احنا دلوقتي عالم مصر اللي بيميزه النصر الزهبي طب نبص كده على مملكة الشمال الشعار نبات البردي او اعتنسى في سنة ربعة كنا بنقول كلمة البرديات اللي كان المصر القديم بيكتب عليها طبعا حياته المهم ظهرت الوحدة الاولى حاكم مملكة الشمال ما عجبوش الوضع قال انا ليه محكمش الوحدة وفعلا قدر انه هو يطرد حاكم مملكة الجنوب ويحكم بلدنا وكانت العاصمة اون هليوبلس طبعا اون هي اول عاصمة لمصر وهي اون هليوبلس هي عين شمس حاليا بس طبعا الراجل ده لو حاكم مملكة الشمال ما فضلش فترة طويلة طبعا الناس رفضوا الحكم بتاعه لان هو كان بيفرد ضريبة وبيعملهم وحش فقرروا قرار نرجع تاني نتقسم مملكة شمال ومملكة جنوب نكمل بقى وقصة الملك ميناء ما ننساش كله يكتب ورايا الاسئلة اللي احنا هنقولها دلوقتي قبل ما ندخل في الجزء التاني عايش المصر القديم فوق نقاط سماعكم بتقوله فوق الهضاب سكن فين الكهوف ليه كان دائم التنقل لجمع السمار وصيد الحيوانات يا طرق بما تفسر نزل ليه نزل المصر القديم بسبب حلول الجفاف ما فيش مية ولا في اكل نزل شاف نهر النيل اتعلم الزراعة والزراعة خليته يستقر شاف التين بينشف قال لك ليه ما عملش بيت وفعلا عمل البيت بتاعه من الطوب اللبن بيوت قليلة سموها قرية بيوت كتيرة سموها مدينة جمع اللي اتنين مع بعض ادونا اقالين وبدأنا في المرحلة التالتة اول وحدة وكان حاكمها حاكم مملكة الشمال يلا بينا على الملك مينة ومينة طبعا او كما يقال عليه نعارمر استطاع استغلال الضعف اللي حصل طبعا في البلاد لان احنا عارفين المركب اللي هرئيسين بتغرق وما بالك في حاكم لا دا في اتنين فقدر ينتصر على حاكم مملكة الشمال ويوقع البلد ويقدر هو يحكم ويبدأ اول اسرة حاكمة بالملك مينة ملك مينة خرج من مدينة اسمها طيبة طيبة اللي هي لقصر حاليا هنا بدأ يبين للشعب ان هو صاحب الارضين وصاحب المملكتين لما لبس التاجين التاج المزدوج التاج المزدوج هو عبارة عن تاج نصه احمر والنص التاني ابيض ومن هنا بدأت فترة من الاستقرار وبدأت بناء حضارة فضلت الاف السنين حضارة مصر القديمة ترجمة نانسي قنقر